ده أشك بطل فيلمنا النهاردة أما ديفا بتكون أمريتا وفيلمنا بيبدأ في مدينة واجي وبيحكمها زعيم عصابة اسمه روي واللي كان من 20 سنة شغال عند وحد اسمه برتفراج وخلا يمسك مجموعة شركاته بدل ابنه دفراج وكانوا بيشتغلوا في تصدير الدهب والنفط لكن حصل لهم أزمة في قرية كرانة وقرروا يتاجروا بشكل قانوني وروي اختار دولة الهند وكان عايز يبني محط الطاقة كهرومائية لكن وزير الخارجية رفض لأنه شايفهم مجموعة عصاباتهم مجرمين فبيقرروا يخطفوه علشان يجبروا يوافق وساعتها بيدربوه وبيولعوه في ايديه علشان يسمع كلامهم ويخاف منهم وفي نهاية الامر بيمدع للأوراق وروي بيوقف قدام المستثمرين وبيحتفل معاهم بالانتصار اللي حققوه ولما بيخلص اليوم وبيكون في الطريق بنلاقيه بيكلم واحد في التليفون لكن للأسف بتيجي عربية وتغبطه وساعتها روي بيموت وبيودع الحياة وفلوس المستثمرين كانت موجودة على السفينة لكن للأسف بتنفجر وبعد مرور 3 أسابيع بنلاقي الشرطة بتدور على لسة سارق 2 مليار بواسطة ناس من غير ما يظهر في الصورة وده عن طريق رسال بيبعتها لهم وبينفزوها بمقابل مادي وفي النهاية بيحط له الشنط في عربيته وهو بياخدها وبيهرب بيها والشرطة بتحقق مع الناس وما بتقدرش توصل اي حاجة وساعتها القائد بيبلغ المفاتي الشنط ان فيه زابط سري اسمه أشوك هو اللي سيمسك القضية ووقتها ديفيد بيقوله ان يعمل معاه وبيحكي انه ذاكي جدا وبيحل اي جريمة بيمسكها وعندما بيذهب لأشوك بيلاقي رايح لواكر وعصابة كبيرة ومسك شمسيته علشان يحرر واحد من ايديهم اسمه أليكس وساعتها بيفضل يضرف فيهم ومحدش منهم بيكون قادر يوقف قدامه او يسيطر عليه وفي نهاية الامر بيتخلص منهم كلهم وبيحرر أليكس وبياخد منه معلومات علشان القضية اللي مسكها والتاني يوم شركاء المجموعة بيعرفوا ان روي مخلف ابن وكلهم بيكونوا مصدومين وفاكريني ان الاسرة بتاعته تقتلت من 25 سنة لحد ما بتوصل طيارة للمكان وبيكون عليها في شوانك ابن روي وعايز يعرف ازاي ابو مات ومين اللي غدر بيه ومن ناحية تانية دي بتكون امريتا وبنكتشف انها زابطت شرطة وموجودة في بيت حصل في جريمة قتل وعايزة تحل القضية في اسرع وقت لكن بيوصل اشك للمكان وامريتا بتعرف ان الزابط الجديد اللي هيشتغله معاه واول ما بتقف قدامه اشك بيفضل يبصلها وبيكون معجب جدا بيها وبيبدأ يحل لغز القضية وبيعرفهم ازاي الات الموت المجرمين وخلص عليهم بكل سهولة وتاني يوم الفريق بيعملوا مقر ليهم وبيتجمعوا مع بعض وبيفتشوا في كل الكاميرات اللي موجودة في اماكن السرقات اللي حصلت لحد ما بيوصلوا للمجرم وبيعرفوا شكله كويس وفي نفس الوقت ده بيكون المجرم اللي بيعمل السرقات ومحدش قادر يمسكوا وبعدها بيروح لمستثمرين شركة روي وكلهم بيسألوا عن فلوسهم وازاي هترجع لهم ومختلفين مين هيكون ورس المجموعة وسيادتها بيوصل في شوانك وبيقولهم انه عارف مكان الفلوس وقبل ما يقعد على كورسي ابوه لازم يحقق حلمه اللي مات علشانه وبعد الاجتماع الدفراج بيعرف اللي حصل وبيخنق ابوه بيكون متدايق علشان بيمدح في شوانك وبيعرفوا انه هو اللي قاتل روي وخلص عليه وسرق كل الدهب واحتفظ بيه لنفسه وفي النهاية بيقرر يسيبوا عايش لانه ابوه وبعدها في شوانك بيكون في جراج العربيات وللأسف بيحصل هجوم عليه من رجال الدفراج لكن بيبدأ يموتهم وبيخلص عليهم واحد واحد وما حدش بيكون قادر يوقف قصاده ولما بنروح لأشك وفريقه بيكتشفوا ان السرق موجود في كافية وعارفين مكانه فبياخدوا الاسلحة بتاعتهم وبيسيبوا مكررهم بسرعة وساعات هديفت بيكلم الحرامي وبنكتشف انه فاسد وبيساعدوا في كل عمليات السرقة وبعدها أشك بيوصل للمكان وعايز يمسكه لكن بيكون اختفى وملهوش اي وجود وبيعرفوا انه كل الكاميرات معطلة وقدر يهرب منهم بكل سهولة ومن ناحية تانية في شوانك بياخد كالك المكان خزنة وبيقول لها جواهة فلوس اكتر من الفلوس اللي اتحرقت في السفينة وعلشان تتفتح محتاجين الصندوق الاسود اللي موجود في مدينة مومبي وهي بتقناعهم تروح تجيب الصندوق بنفسها وتاني يوم أشك وفريقه بيوصلوا الديسكو بيكونوا مستنيين الحرامي واول ما بيروح المكان اللي موجودين فيه أشك بيشوفوا عالبارو بيتكلم معاه وبيحاولوا يتعرف عليه وهما اللي اتنين بيفضلوا يشربوا خمرة كتير جدا وفي النهاية بيخليه يسكروا وبيحكي له انه بيدور على السندوق الاسود علشان يفتح الخزنة ويكون غاني ومعامل يارات وسعاتها شندي بيكون مسك في ايديه ولا لها أسرية وبيخلي أشك يشوفها وبيقول له في قطعة مقصة منها وبيطالبوا يوصل للسندوق الاسود علشان يقضوا على مجموعة روي ومن ناحية تانية كالكي بتروح مدينة مومبي علشان تجيب الصندوق وفعلا بتوصل للمكان المتفق عليه وبتستلموا من واحد هناك وبتركب عربياتها علشان ترجع لكن الطريق زحمة جدا ووقتها الشرطة بتكون مرقبة كل تحركاتها لكن بتتفاجئ بالناس بيحصروها من كل مكان وبيحاولوا انهم يموتوها وعايزين يتخلصوا منها ووقتها أمريتة بتنزل بسرعة وعايزة تحميها وتقبض على المجرمين لكن للأسف بتتحاصر وحياتها بتكون في خطر وأشك بيطلع يجري عليها لحد ما بيقدر يوصل لها وبيفضل يضرف فيهم وبيتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وساعتها كالكي بتكلم في شوانك وبيقول لها على مكان تخبي الصندوق الأسود فيه ولما بتسيب الموقع وتمشي الشرطة بيكونوا وراها وعمالين بيصوروا فيها وأمريتة بتشوفها وهي دخلة مصرف رويل قدام عينيها وفعلا كالكي بتكون في المصرف وبتخبي الصندوق الأسود فيه وبعدها أمريتة بترجع وبتحكي كل حاجة للفريق وبيحطوا خطة مع بعض علشان ينفذوها وفي نفس اللحظة أمريتة بتحكي الأشوك أن أبوها وأمها ماتوا في حدثة عربية وهي ملهاش حد في الدنيا وعيشها لوحدها فبيحاول يطمنها وبيقول لها أنا معاكي وعمري ما هتخلى عنك وبيقضوها رأس وأغاني وكل واحد بيقرب من التاني وساعاتها بتلبسه ختم في إيديه وبتعترف أنها بتحبه ومش هتقدر تستغني عنه وبعدها الفريق بيتجمع تاني وأمريتة بتحط خطة لكن أشوك بيقول لهم لازم نسيبه يسرق المصرف علشان نمسكه متلبس وقتها ديفيد بيكون حطة جهازه وسامع كل كلامهم وبيعمل قطة مع الحرامي علشان يخضعه الشرطة وياخده السندوق الأسود وبعدها بيكتشف أن الشندي فاسد وشغال مع ديفراج وبيعرفوا كل حاجة بتحصل وتاني يقوم ديفيد بيسرق السندوق الأسود والفلوس اللي موجودة في المصرف وأول ما بيوصل الحرامي للخزنة بيلاقيها فاضية ومسروقة وبيكتشف أن الشرطة محصرة لمكان وعايزة تقبض عليه ووقتها بيعرف أن ديفيد خانه بيحاول يهرب وهو عايز يمسكه وبعدها القايد بيكلم شندي وبيوري صورة الزابط السري أشك وبيكتشف أن هو الحرامي وبيسأل نفسه مين الراجل اللي كان معاهم وساعتها بيلاقي أشك اللي انتحل شخصية الزابط مرعي بكل حاجة بتحصل في الكاميرات قدامه وبيولع في كل الصور اللي ممكن تتخذ عليه وبيروح يركب عربيته وبيقدر يوصل لأشك الحقيقي وبعدها بيتحدها وبيخلي عربيته تتقلب منه في الطريق وبيكون مصاب جدا ومش قادر يتحرك أو يقف ولما بيمسك المسدس وعايزي موته بيلاقي أمرتة بتضربه بالنر في رجله وبتسيطر عليه وبعدها شندي بيوصل للمكان وبيقول لها ده الزابط السري أشك وهي بتتفاجئ جدا وبتبص لحبيبها ومش فاهم حاجة وبنكتشف أن هو السرق الحقيقي واللي كان بيخلي الناس يساعدوه في أول الفيلم من غير ما حد يعرفه وبعدها بياخد ديفيد في العربية بتاعته وبنعرف إن اسمه ساهو وبيعرب من المكان بسرعة ووقتها الشرطة بتتجمع وبيلاقوا إن ديفيد في الأساس كان بيساعد ساهو وخلاه ينتحي لشخصية الزابط وقدر يضحك عليهم كلهم من غير ما حد يكتشف أمره وساعتها أمرتها بتلاقي الخاتم اللي اديته لساهو موجود على الخريطة وبتكون زعلنة جدا ومن ناحية تانية في شوانك بيعرف إن الصندوق السرق وبيقول لهم في جهاز تتبع موجود فيه وبيؤمر رجالته يرجعوه في أسرع وقت ممكن ولما بيروح لساهو بيكون ما قضيع رأسه وأغاني بعد ما خطته ننكحت وقدر يهرب بكل سهولة وساعتها بيكون في شاقته ومد الأمان وبيلاقي حد بيحاول يموته ويخلص عليه لكن بيكتشف أنها أمرتها وعرفت مكانه عن طريق الخاتم والخريطة وبتهدده بالموت وبتحاول أنها تقتله ووقتها بيقدر يقنعه عنه هو بيحبها وبيخليها تغير رأيها وبيخرجه في كل مكانه وبيفضله يرقصه ويغنه وهي في الأساس متفقة مع الزابط أشك وحط خطة معاه علشان يوصله للسندوق الأسود ولما بيكون ساهو أمرتها مع بعض للأسف بتتدرب بالنر قدام عينيه وهو بيحاول يدفع عنها وبيموت في الناس اللي هجموهم لكن بيدوله مخدر وبيقدروا يسيطروا عليه وبيقع على الأرض ومش قادر يوقف وساعتها بيلاقي دفراج هو اللي عمل كده وبيهدده بالموت لو ما نفذش كل الأوامر بتاعته وبياخد أمرتها معاه علشان يكبره يسرق الفلوس اللي موجودة في الخزنة وفعلا تاني يوم بياخد رجال الدفراج وبيرأي بالمكان وبيحط الخطة معاهم علشان ينفذوا المهمة وبيروحوا للمبنى وبيكونوا متنقرين في زي عمال سيانة وفي نفس الوقت الزابط أشك بيوصل مدينة واجي وبيروح مقر الشرطة وبيعرف ان الكاميرات المراقبة مغطية كل مكان في المدينة وتاني يوم دفراج بيقوم الرجالت ويقتلوا أمرتا ويبعتوها لساهو ولما بياخدوها المكان مهجور علشان يموتوها ويخلصوا عليها رجالة فيشوانك بينقذوها من إيديهم وبيقتلوهم واحد واحد عن طريق القناصة وهي بتكون مستغربة من كل حاجة بتحصل وبعدها فيشوانك بيكلم دفراج في التليفون وبيقول له أنا وساهو قابلنا بعض واتفقنا عليك وهو رجع للسندوق الاسود اللي معاه مقابل اني أنقص حبيبته من الموت وهو دلوقتي بيدور عليك علشان ينتقم منك وساعاتها ساهو بينفس خطته وبيعمل انفجار في المبنى وبيخلي الخزنة اللي فيها الدهب تقع من كل الأدوار لحد ما بتوصل للأرض وبعدها بتتحط في عربيات وبيخرجوا من المكان بكل سهولة لكن الشرطة بتكون وراهم وبيترضوهم في كل شوارع المدينة وهم بيدمروا كل العربيات اللي موجودة قدامهم وما حدش قادر يوقفهم وساعاتها الشرطة بتلجأ للرجل الطائر للسيطرة عليهم وفعلا بيقدروا يحرقوا العربيات اللي موجود فيها الدهب وبيرجعهم تاني وساعاتها ديفراج بيشوف المبنى وهو متضمر ومتدايق جدا وبيكلم شندي وبيقوله لازم يموت ساهو ويرجع الدهب وفي نفس الوقت ساهو راكب الموتسيكل وكلهم بيحاول يموتوه لكن محدش قادر يتمكن منه والطيارة بتكون ملحقة في كل مكان في المدينة ولما القناص بيحاول يقتله امريتا بتدفع عنه وعايزة تنقص حياته لكن بتقع من فوق الطيارة ورجلها بتتعلق في الحبل وحياتها بتكون في خطر وساهو بيدمر العربيات بتاعتهم بكل سهولة وبيقدر يمسك الرجل الطائر وبيسيطر عليه وبيقع بيدخل المبنى وساعتها بيموت وبعدها بياخد بدلته وبيلبسها مكانه وبيستعد علشان يوصل لحبيبته ووقتها امريتا بتقع من الطيارة وهو بيتر وبينقص حياتها في اللحظة الأخيرة وفي النهاية بينزل بيها في المية وبيكونوا عايشين وفي نفس اللحظة الشرطة بتفتح العربيات وبتكتشف انها فاضية وما فيهاش اي حاجة وساهو ضحك عليهم وهرب الدهب من مكان تاني وهم بيكونوا متفاجئين جدا من كل حاجة بتحصل وفي نفس اللحظة الشرطة بتقبض على ساهو وعايزين يوديه للمقر بتاعهم لكن شندي بيستخدم سلطته وبيخطف ساهو وبيودي القرية كرانة وساعتها بنعرف انها قرية مليانة بالنفط واهلها رفضين يسيبوها ودفراج قاتل روي لانه كان بيدافع عنهم ووقف جنبهم وبعدها بيموت الناس وبيولع فيهم وبيحرق كل بيوتهم وبيوقع شعارهم على الأرض وفي نفس اللحظة رجال الدفراج بيفضلوا يضربوا فساهو وعايزين يموتوه وبيسحلوه على الأرض لكن هو بيدافع عن نفسه وبينتقم منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه او يقف قدامه وفي النهاية بيخليهم ينداموا على كل حاجة بيعملوها وفي نفس الوقت كالكي بتطلع خينة وبتقتل رجالك في شوانك وبتسرق السندوق الأسود وبعدها بتروح للخزنة وبتقدر انها تفتحها وبتسيطر عليها واول ما بتدخل جواها بتتفاجئ بانها فاضية وما فيهاش فلوس وفي الوقت ده بتكتشف ان نساهو بيكون ابن روي الحقيقي فبتكون خايفة جدا وبتقع على الأرض وبتحصل لها صدمة وللأسف بتموت وبتودع الحياة وفي نفس الوقت بيوصل دفراج للقرية وبيكتشف ان ساهو موت كل رجالته ومحدش منهم بيكون عايش وساعتها بيظهر أهل القرية قدام ساهو كلهم بيكونوا ضدوا لكن مرة واحدة بيتعكس الوضع وبيكونوا معاه وبيقتلوا رجال الدفراج لأن أبو ساهو هو اللي كان بيدافع عنهم وبيرفعوا شعار القرية من تاني وبيرجعوا هيبتهم وساهو بيقول لدفراج أنا كنت بكلم أبويا وهو وعدني هيقول لكل الناس إن أنا ابنه بعد ما عاشت بقيد عنه لمدة 20 سنة لكن حصلت الحادثة وحاولت تموتوه ووقتها دمرت عربيته وهو كان مصاب ومش قادر يتحرك وشيندي وصل المكان والولاعة وققت منه وانت منعته في اللحظة الأخيرة علشان تقتله بإيديك وساعتها كنت سامع كل حاجة قلتها في التليفون لحد ما انتموته وبعدها شفت أبويا وهو فقد الحياة وسايح في دمه ووقتها أخذت قرار لازم أنتهم ورجع حقه من تاني وفي اللحظة دي ساهو بيقتل دفراج وبينتهم منه على كل حاجة عملها في أبوه وبالشكل ده بيكون مات وبعدها بيبعت للزابط شيندي نص الولاعة بتاعته اللي كانت وقت منه في مكان الحادث وأول ما بيفتح حال عربية بتاعته بتنفجر بيه وبعد فترة بيجتمع كل المستثمرين وبيعرفوا أن فشوانك مش ابن روي لكن في الأساس كان بيساعد ساهو وساعتها بيدخل ساهو المكان بعد ما قدر ينتهم لأبوه وبيعود على عرش المجموع قدام عينيهم وكل المستثمرين بيقيدوا القرار وبيكونوا موافقين عليه ومحدش منهم بيقدر يعترد وبعدها مجموعة روي بترجع وبتبدأ تعمل الخير وبتساعد الناس وساهو بيقابل أمريتا وبيكملوا حياتهم مع بعض ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوتها وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد